رئيس مجلس المستشارين السيد نعمة ميارة إلى جانب رئيس الجمعية الوطنية لجيبوتي السيد ديليتا محمد ديليتا الذي جدد التأكيد على دعم بلاده الثابت لمغربية الصحراء السيد ديليتا عبر خلال مباحثة نجلها مع رئيس المجلس السيد نعمة ميارة عن التزام جمهورية جيبوتي بالدفاع عن هذا الموقف في كل المحافل الإقليمية والدولية كما نوها بعلاقات الصداقة التي تجمع بلده والمغرب والتي شهدت دينامية متواصلة خلال السنوات الأخيرة من جانبها شاد رئيس مجلس المستشارين بجودة العلاقات السياسية بين المغرب وجيبوتي والقائمة على الثقة والاحترام المتبادل مشيرا إلى أن البلدين يتقاسمان نفس الرؤى والمواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأعرب في هذا الإطار عن امتنانه للموقف الثابت لجمهورية جيبوتي الداعم لمغربية الصحراء معتبرا أنه سيساهم لا محالة في إيجاد حل سياسي ودائم لهذا النزاع المفتعل وأجلب الاستقرار للمنطقة في ضل التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها ترجمة نانسي قنقر